أهلا بكم الحرب تتمدد في المنطقة فقبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكثر من مئة صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية وأنه تم اعتراض بعضها في سماء حيفا أما في لبنان فسؤال المطروح العملية البرية الإسرائيلية بدأت أم لا المعلومات حتى الآن متناقضة لكن المرجح أن العملية لم تبدأ بعد وأن الأمر يقتصر حتى الآن على توغلات موضعية علما أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن العمليات على الأراضي اللبنانية ستستمر الليلة لكن الأهم من موعد بدء العمليات هو معرفة مداها زمنيا وجغرافيا الجيش الإسرائيلي يقول أن العملية ستكون محدودة ولن تتوسع لكن التجارب السابقة لسيما تجربت عام 1982 تلقي الكثير من الشكوك على ما يدعيه الجانب الإسرائيلي مع الإشارة إلى أن الأجواء الدبلوماسية تشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم توافق على العملية عملية التوغل إلا بعدما أكد لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أنها ستكون محدودة والملاحظ أن الأخير استغل فيديو نشره الجيش ويتضمن مشاهد عندهم مواقع لقوة الرضوان وتدمير نفق على الحدود الجنوبية ليعلن أن إسرائيل أحبطت مشروعا كان يعده حزب الله لإقتحام الجليل في المقابل حزب الله يرد بالصواريخ الباليستية والتي وصلت مرتين إلى ضواحي تل أبيب في مواسات الواقع الميداني فأن الاستهدفات الإسرائيلية وصلت اليوم إلى الضاحية حيث سقط مسؤولان لحزب الله سياسيا رئيس نبيه بري يحاول ملء الفراغ عبر اتصالات ومشاورات يجريها مع مختلف الكتل السياسية والتي شاملت قوى المعارضة وقد التقى اليوم كتلة تجدد على أن يلتقي غدا رئيس حزب الكتائب النائب سامي لشبيل لكن المعلومات تشير إلى أن القوات اللبنانية لن تشارك في مشاورات بري انطلاقا من اعتقادها أن قصد الرئيس بري من المشاورات التي يجريها احتواء الوضع الذي وصل إليه محور الممانعة وذلك عبر ايصال الرئيس في الوقت الضائع لا يعبر عن تطلعة المرحلة المقبلة والتي بدأت ملامحها الأساسية تتظهر إن في لبنان أو في المنطقة ترجمة نانسي قنقر